بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أحبة في الله كما تعلمون قد كنا بدأنا الحديث عن عقيدتي المسلم وما يجب على المسلم معرفته من الاعتقاد الصحيح السليم من مصدر الاعتقاد الصحيح وهو القرآن والسنة النبوية وبدأنا بالحديث عن أركان الإيمان ووصل الحديث بنا في الركن الخامس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر فاليوم نتحدث عن المعتقد الصحيح في اليوم الآخر لا نأتي عليه كله وإنما نتحدث فيما استطعنا أن نتحدث فيه اليوم ونكمل بإذن الله غدا تتمت الموضوع على بركة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث عن تلك الحقيقة ظل المعتقد الصحيح في اليوم الآخر السؤال الأول ما هو اليوم الآخر the first question that we can ask what is the hereafter the day of judgment what it is هو يوم القيامة والإيمان بيوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال يوقن أهل السنة بذلك كما قال الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون it is the hereafter it is the day of judgment and what will go in this day from the things that الله سبحانه وتعالى mentioned in the Quran and from the things that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in the sunnah and we as the people of أهل السنة والجماعة believe in these things and with certainty as الله سبحانه وتعالى described the believers in Surah Al-Baqarah in the first page he said وبالآخرة هم يوقنون indeed in the hereafter they are certain they are certain وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله سبحانه وتعالى also said in Surah النساء Allah there is no God except Him سبحانه وتعالى He will gather you to resurrection day there is no doubt in it and who is truer in statement than Allah or He is more true in a statement than Allah سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفحة الجميل indeed the hereafter will come so pardon in a good way forgive others ما هو البعث وما دليله نسمع عند الحديث عن أركان ما هو البعث البعث هو إحياء الموتى what is the resurrection it is to put the life to send the souls into the creatures again to resurrect them to bring life again to them after that they passed away the evidence of this قال الله تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله سبحانه وتعالى said in surah الزُّمر and the trumpet shall be blast and all who are in the heavens and all who are in the earth will fall into death except whom Allah will like to spare then there will be another blast these people shall stand up awaiting for the judgment as Allah subhanahu wa ta'ala said كيف الإيمان بصحائف الأعمال كيف نؤمن بصحائف الأعمال الإيمان بصحائف الأعمال وما المقصود بصحائف الأعمال كلنا يعلم أن كل إنسان ما يفعله من خير أو شر مكتوب هناك ملائكة تكتب كل صغيرة وكبيرة تصدر منك ما يصدر من قول إلا لديه رقيب عتيد تكتب وذلك يوم القيامة تُعطى هذه الصحائف التي كتب فيها العمل إنما إن كانت خير فخير وإن كانت شر والعياذ بالله فشر نعوذ بالله من الخضلان يوم القيامة كيف يصدر من الخضلان وهذا يمكن أن يعلم بصحات صراحة صراحة الصراحة وتشكز وقالل وتشكز يستمرون يمكن أن تكون هذا السلام whether it's a good one or a bad one I ask Allah subhanahu wa ta'ala that all of us have among those who receive their books in their right hand إذن الإيمان بالصحاية في العمال وهي إما أن تعطى باليمين أو تعطى من وراء الظهور بالشمال قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي وقال الله تعالى عن الفريق الآخر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي To believe that these records will be handed to you whether it's in your right hand which is a good sign or behind your back in your left hand which is a bad sign Allah subhanahu wa ta'ala said and those who will receive their books in their right hand they shall say here read my book they are happy because they received it in their right hand and when he spoke about the other group the other party he said and those who receive their books in their left hand they will wish that they never had their books handing to them كيف نؤمن بالميزان نؤمن بالموازين أنها توضع حقيقة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نسأل الله السلامة والعافية how we believe in the scale in the day of judgment we believe that there is a scale that will be placed in the day of judgment and in this day there will be no injustice there will be no injustice الله سبحانه وتعالى said and those who their book are heavy of good deeds then indeed they are the one who succeeded and those who their book are light they have no good deeds in their books they have bad deeds in the other side then indeed those who are lost they lost themselves in this hereafter and they will be in the punishment of Allah سبحانه وتعالى in the day of judgment والسؤال الأخير the last question ما أنواع الشفاعة ما أنواع الشفاعة what are the types of intercession in the day of judgment الأولى الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم أو ليقضي الله بينهم what are the types of intercession the first one it is the greatest intercession and it is special for the prophet صلى الله عليه وسلم he should intercede that Allah سبحانه وتعالى shall start judging between the people in the day of judgment الشفاعة الثانية شفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا another intercession for the gates of jannah to be opened for the people of أهل الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم and this also intercession it is for the prophet صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم وَذَلِكَ جَزَاءَ مَا كَانَ يَحُوطُهُ وَيَغْضَبُ لَهُ The third type it is to minimize the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala on those who deserve it and this intercession is also for the prophet صلى الله عليه وسلم when he will intercede for his uncle Abu Talib for the punishment to be you know lighter than others because he used to guard the prophet صلى الله عليه وسلم and he used to protect him in that time الرابعة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة قيل إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم The fourth type it is to elevate the ranks of some of the people in the jannah Some of the scholars said it is also for the prophet صلى الله عليه وسلم and some said no it's not just for the prophet صلى الله عليه وسلم Our prophet محمد صلى الله عليه وسلم The fifth type الشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاه من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم يشفع لهم ليخرجوا من النار يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء Intercision for the people who used to commit major sins but they believe in Allah سبحانه وتعالى they were Muslim they used to believe but they committed major sins those who will enter to hellfire to pay for the sin that they've done in this dunya so this intercision will be to get them out of hellfire and this intercision the prophets صلى الله عليه وسلم intercede for them the other prophets intercede the angels the righteous people and the شهداء and also القرآن والصيام يشفعان لأصحابهما يوم القيامة وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم يوم القيامة also قرآن and fasting they will intercede to the people who used to read the قرآن in this dunya very much or he used to fast often in this dunya the fast and Qur'an will intercede for the people who used to perform them in the dunya and also the righteous good son will intercede for their parents in the day of judgment I ask Allah سبحانه وتعالى that we are among the people of Ahlul Jannah and that Allah سبحانه وتعالى save us from the punishment of Allah in the day of judgment and in this dunya اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين